وزير الخارجي البريطاني في مهمة إنقاذ لدور بلاده في سلام اليمان المتعثر في محطته الأولى بمسقط الصدم الوزير جيرمي هانت برد فعل قوي من جانب الميليشيا على لسان رئيس ثوريتها محمد علي الحوثي الذي اعتبر أن دور بريطانيا في الحرب لا يخول الوزير هانت ليكون وسيطا نزيها يحق له إظهار صوت محايد ردة الفعل هذه جاءت بعد تغريدة للوزير هانت عقب لقائه في مسقط الناطقة باسم الميليشيا محمد عبد السلام ورحب فيها بتقدم في مباحثات ميناء الحديدة لكنه يتعين انسحاب قوات الحوثي قريبا للحفاظ على الثقة في اتفاق السوكهولم والسماح بفتح قنوات إنسانية حيوية بحسب ما جاء في تغريدة هانت وضع الحوثيون برد حاد كهذا حاجزا في مسار التحرك البريطاني الجديد عالي المستوى باتجاه تحريك الجمود الراهن في ملف الحديدة على نحو يلقي بظلال قاتمة على مستقبل السلام الذي تكرسه بريطانيا على قاعدة المساوة الكاملة بين السلطة الشرعية المعترف بها دوليا والمتمردين الحوثيين وفقا للمراقبين ويرى هؤلاء المراقبون أن نهج احتواء الحوثيين عوضا عن عزلهم والذي اعتمدته بريطانيا الممسكة بالملف اليمني في مجلس الأمن وكرسه البريطاني مارتن غريفث لا يبدو أنه يحقق نتائج جيدة بعد أكثر من عام على تسلمه مهام منصبه مبعوثا أمميا جديدا في فبراير من العام الماضي خصوصا بعد أن انتهت ثلاث زيارات أخيرة له خلال أقل من شهر لصنعاء بهدف إنقاذ اتفاق الحديدة إلى الفشل ووفقا للخارجية البريطانية فإن جولة الوزير هانت تستهدف إبعاد القوات العسكرية عن الموانئ في الحديدة وذلك لمنع عودة القتال والتمهيد لجولة تالية من محادثات السلام وضمان إمكانية وصول المساعدات الإنسانية الجولة الحالية في مسقط والرياض وأبوظبي التي يقوم بها وزير الخارجية البريطاني ليست المحاولة البريطانية الأولى التي تستهدف إنجاح مساعي المبعوث الأممي في اليمن فقد قام سلفه بوريس جونسون بجولة مشابهة إلى العواصم الثلاث في يناير من العام المنصرم حينها لم تنجح جولة جونسون في وقف المعارك بمحيط الحديدة والتي تطورت إلى أن وصلت القوات الحكومية معها إلى مسافة قريبة من وسط المدينة قبل أن تتدخل واشنطن وتدفع بطرفي الحرب إلى محادثات في ستوكولم انتهت الاتفاق ملتبس بشأن الحديدة وتفاهمين لم يطبق على أرض الواقع بشأن الأسرى والمعتقلين والمفقودين والتهديئة في تعز